سجل ياسر إبراهيم هدف التقدم لصالح النادي الأهلي في مرمى الفريق الياباني عند التقيقة 19 من عمر مباراة كأس العالم للندية 2023 ودقام المباراة بين العملاق الأفريقي والبطل الاسيوي لدهديد صاحب المركز الثالث في منديال للندية ووجه محمد هاني تصويبه قوية تصدى لها الحادث الياباني لتجد ياسر إبراهيم المنطلق للمتابعة ويدعى في المرمى واستسهل النادي الأهلي مشواره في بطولة كأس العالم للندية بإكساء المصطدي فريق التحاد جد السعودي بثلاثية مقابل هدف عقر دار الاتحاد ليضرب الأهلي موعدة نارية مع فريق فلومينسي في نصف نهائي المنديال ورغم دقديم الأهلي مباراة مميزة أمام بطل كأس اللي بتدورس فلومينسي ولجن تمام كان رفقة النجو البرازيل لمرسله من إكساء بطل الكرة الصمراء بسنائية نظيفة وبكده هل نكون وصلنا للياتي الفيديو وما تنسى تشتري في القناة في حصر الجرس وتعمل لايك للفيديو والله شكرا كل جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته